أخبارنا التقافية بهذا الخبر الأليم حيث انتقل إلى مثواه الأخير المجهد والفنان القدير عبدالقادر شروق والمعروف لدى الجزائريين باسم جعفر باك توفي عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع مرض عضال وذلك صباح اليوم لمستشفى زيرالدة بالعاصمة الراحل قدم الكثير للجزائر من خلال مشاركته في حرب التحرير زد على ذلك البسمة التي كان يرسمها على وجوه الجزائريين بعد الاستقلال ليرحل عن نتاركا خلفه إرثا ثقافيا للهجيال القادمة إن لله وإن إليه راجعون إلى موضوعنا